في بيوت جدرانها من الكرتون وأسقفها من القصدير وبقايا الأشجار تحتمل عديد من العائلات بحيدر كادوس بمنطقة لت محمد في بلدية الشلف لا شيء متاح هنا سوى البقاء على قيد الحياة وسط الجردان والأفاعي حيدر كادوس أنا 92 هنا عندنا ولد زادو هنا مرضى ما نحكي لكش كنا 56 عائلة راح لو خلو 12 عائلة هنا عيب عيب أمي فيخزلوا لنا السيد الرئيس قال لك باللي يعطولهم وإحنا ما بغوش يعطونا ما بغوش يخزروا فينا الروحهم ما يستقبلون أشجع السكانات مركين على سماواتهم أعطينهم الوحدة وآخرين سكني فيهم والآخرين مقزين تروح للدائرة تقول لك السيانر تروح لديك يقول لك السيانر السيانر تقول لك هؤلهم مقزين السكان أكدوا أنهم رسلوا السلطات عدة مرات لانتشالهم من الوضعية المزرية التي يعيشونها منذ سنوات غير أن السلطات اكتفت في كل مرة بمنح المسكنات والوعود إلى أن تتحرك ضمائر المسؤولين تبقى هذه العائلات تترقب ساعة الفرج بترحيلها إلى سكانات تحفظ كرمتها بعد سنوات من المعاناة والإهمال